لما بنقض على الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي وتتفرج على تعليقات الناس تكتشف أنه فيه جوزء كبير قوي من تعليقات الناس عن أن أنا مش محبوب أنا مش مقبول أنا حاسس أن أنا مليش قيمة أنا حاسس أنه إيه فايدة حال أنا عايشها كلام من النوعية دي وأغلب الناس اللي بتكلم بالطريقة دي ممكن تلاقيهم صغيرين جدا في السن شباب اللي أنا عايز أقوله أنه أنه إحنا مرات بنسيب الناس اللي حوالينا تاخدنا لتحته وتاخدنا المناطق سلبية في حياتنا مرات كمان نظرتنا لنفسنا أو نظرتنا لظروفنا أو لعائلتنا أو لحياتنا تخلينا نحس أن إحنا مش مقبولين أو مش محبوبين أو أن إحنا ملناش مكان جوا قلب حد مش ده الحقيقي اللي ربنا عايز يوصله لنا مش ده الحقيقي اللي في قلب ربنا لنا أنت الحد اللي مقبول بالدرجة اللي تخلي يسوع يسيب السم على شانك أنت محبوب ومقبول بالدرجة اللي تخليه شيل الصليب علشانك ربنا ما بيخلقش بشر كمالة عدد ربنا ما بيخلقش بشر وييجو في الحياة كده ما لهمش أي إيمة انت ليك إيمة والإيمة دي دور عليها في قلب الله يمكن ما تلاقيهاش في عيون البشر الحواليك يمكن الظروف المجتمع تاخدك لتحت ما تعرفش تشوف إيمتك لكن الحقيقي إنه إيمتك كفاية جدا إنك تتخيل إنه الله بنفسه يبعت ابنه عشان يشيل الصليب علشانك انت محتاج إيمة أكبر من كده انت محتاج تحس بإيمتك في عيون البشر قد ما ما انت شايف إيمتك في عيون الله أنا عايز أقولك إنه انت محبوب جدا حتى لو البشر كلهم اللي حواليك مفيش فيهم حد بيحبك انت محبوب من الإله اللي خلق كل البشر اللي حواليك